مكافحة الإرهاب وتعقب أنشطة خلاياه النائمة وهجمات الاحتلال التركي يضاف إليها الخطاب الإعلامي من قبل الحكومة السورية لبث الفتنة بين مكونات مناطق شمال وشرق سوريا هي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في عام 2022 وفق ما أكدته رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمسهد أوضحت وخلال حديثا لصحيفة الشرق الأوسط أنه على الرغم من أن الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لها حققت انتصارا كبيرا من خلال السيطرة على سجن الصناعة يحي غويران جنوب مدينة الحسكة إلا أن تنظيم داعش لا يزال موجودا وأن محاولات تنشيطه وتجميع صفوفه مستمرة وربطت إلهام أحمد بين تنامي تحركات التنظيم في مدينة الحسكة وهجمات الاحتلال التركي على المنطقة مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت أن خطة الهجوم على السجن بدأت من مدينة رأس العين شمالية سوريا الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد شددت أيضا على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا وفق أليات تستند إلى المرجعيات الأممية وفي مقدمتها القرار 22-54 بما يضمن تمثيلا عادلا لكل السوريين مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة في البلاد وقطع طريق أمام محاولة أحياء التنظيم الإرهابي ترجمة نانسي قنقر